بس عندنا ملكات كتير رغم برضو التفكير الزكوري اللي مش عارفة ازاي بقاله سبعة تلاف سنة ده كتير لا احنا عندنا اقول لي ده ست ازاحت الراجل لا ازاحت علشاني تفكير زكوري لا اخد يبال حضرتك احنا عندنا احيما هي تشبهت بالرجال علشان يقامنوا بيها ما هو طبعا ده المفهوم بس طبعا هي ما كانش يعني حد ضدها في هذا الامر وبدليل عندنا ملكات من الأسرة الأولى نيت حطب أم الملك نارمر اللي هو نارمر اللي هو موحد القطرين ده يعني الست دي كانت يعني سيدة عظيمة جدا وحكمت منذ الأسرة الأولى واحدة تانية كانت وصية على ابنها فالملكات في مصر دي ما كان لهم دور مهم جدا يقام تبقى زوجة للملك يقام وصية على ابن صغير لحد ما يكبر يقام تبقى ملكة منفردة زي حد شبسوت نفرتيتا ايضا وقال انها حكمت بعد أخناتون فترة زمنية يعني مش قليلا نرجع بقى الملوك الرياضيين عندنا ملك شهير جدا اسمه أم الحطب التاني ده يعد الملك الرياضي الشهير في مصر القديمة ده ابن الملك تحاطمس الثالث تحاطمس الثالث ده يعتبر نابليون العالم القديم طبعا يا التسمية ظالمة لأن تحاطمس الثالث أعظم من نابليون نابليون هزم ونفي في نهاية حياته تحاطمس الثالث لم يحدث له هذا عمل 17 حملة عسكرية نجح فيهم تدرس خططه في الأكاديميات العسكرية في جميع نحية العالم نرجع بقى لابنه أم الحطب التاني كان اسمه الملك الرشيخ والملك الرياضي كان مصور على لوحة بيصنف أو بينشن على قطعة من النحاس بسمك 6 سنطي وعملها 14 مرة وجابه 14 مرة صح وهو راكب العربة الحربية مش واقف كده يعني شفت الدنيا صعبة ازاي وعندنا واحد تاني اسمه من حطب الأول ابن الملك أحمس كانوا بيقولوا أنه هو ملك رياضي عظيم قالوا أنه في النصوص أنه هو كان بيمسك الأسد من ديله ويرفعه كده في الهواء طبعا يفاها كناية بس نوع من أنواع أنه هو ملك له قوة بدنية وجسمانية عظيمة تحاطمس الأول وتحاطمس الثالث كانوا بيصطادوا الأفيال في سوريا عندنا احنا عملنا الإمبراطورية في عصر الدولة الحديثة مصر كانت أشبه بلاد المتحدة الأمريكية كان سوريا فلسطيني العراء الشام ليبيا السودان كل ده يتبع مصر في هذه الفترة من عمر الحضارة فما كان يعملوا فتحات الراجل بقى بيتريد هناك زي ما الملك فروق مثلا كان بيروح يستعد البط في ضهشور في البركة اللي هناك اللي كان بيتيجي في فترة الشتاء هو كذلك كان بيستعد الأفيال بس الواحد يقدر يتأكد زي ما الحاجب مستقية هذا الكلام لأن هي في الآخر هي المرجعية الوحيدة طبعا حديك قادرة مني بكتير بس أعتقد أن المرجعية المتاحة هي الرسومات والنوشات اللي بتكون موجودة على جدران المعابد وبطبيعة الحال فيه دايما توجه عام وخصوصا عند الملوك والملكات أن هم يظهروا نفسهم في مظهر الأبطال وزي ما كنتم تتكلم من شوية برضو حتة أن هم ممشوقي القوام وكذا فنقدر نتأكد منين من صحة هذا ما أخذ بال حضرتك أن حضرتك بتجيب مصادر عديدة لهذا الموضوع ما بتعتمدش على مصدر واحد والله بقم يابع عند حضرتك مصدر خارجي يعني مثلا نتكلم عن معركة قادش اللي عملها رمسيس الثاني هو أي الكلام الجماعة الحسيين اللي هو الأنادول تركيا حاليا قالوا كلام تاني فهذاك تشوف المعركة وتشوف الملك راكب العجأ للحربية رمسيس الثاني كان من أعظم الملوك المحاربين عندنا في مصر الأديمة فما مشوف المصادر التانية بتؤكد نفس الكلام اللي قاله الملك المصري لما بتشوف تعدد هذا الموضوع في كذا مصدر للملك السادتك ممكن تشوفه في معبد مثلا موجود في بوسمبل معبد الرمسيس موجود في لقصر معبد سيتي الأول ورمسيس الثاني في أبيدوس فالملك ظهر في هذه المناظر في عدد كبير جدا من مصادر الموظفين نفسهم ما بيتكلموا عنه مثلا تلاقي أحمس الأول احنا ما عرفش حرر مصر من الليكسوس ازاي إلا تنين موظفين عملوا سيارة ذاتية واحد اسمه أحمس بن خبط وأحمس بن إبانة فكتبوا لنا هذه السيارة الذاتية واخدناها مصدر للتاريخ الملك عمل كذا وركب العربة الحربية واحتل وطرادهم من المنطقة بتاعتهم اللي هي أوريس أو أفريس في الدلتة اللي تلت ضبعة وراحوا إلى جنوب فلسطين حصرهم ثلاث سنين وخرجوا من مصر فكل ده بنقدر نعرفه من خلال المصادر المتعددة سواء من الأفراد أو من الملوك أو المصادر الخارجية أو مثلا الكتاب المقدس عند حضرتك مثلا ملك زي ششانك زكرة في التوراة اسمه شيشاق فبيكتب عنه فبدأ نر نعرف مين المصادر شيشاق حلو الششاق شيشاق ودبعا هو بكرهه جدا لأنك لو سرق أسار المعبد بتاع الرب ودمر المنطقة وتجوز بنت الملك سليمان وعمل حملة عسكرية رهيبة جدا في منطقة فلسطين وموجودة عندنا في الكارنك ويعني حدث مهم لأن بعد نهاية الدولة الحديثة ده عصر إمبراطورية نجيلك ملك هو أصلا من أصول ليبيا مصري اتربى عندنا وتولد لكن كان جاء من الجنود المرتزقة في عهد رمسيس الثالث وتربى عندنا في الدلتة فنشأ يعني كمصري وأصبح قائد لمصر وكان قائد عسكري شهير جدا في الأسرة الـ 22 وبدأ يعمل فتحات هذه الفتحات العسكرية شكرا